اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي السيد نيكوس خريستو دوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة وذلك على همش منتدى الصداقة التي عقد في العاصمة أثناء بجمهورية اليونان وخلال الاجتماع عرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لما تشهده علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تطور ونماء على مختلف الصعود مؤكدا حرص البحرين على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية قبرص والمضي به قدما إلى مستويات أوسع وأشمل بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين من جانبه أشهد معالي السيد نيكوس خريستو دوليس بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البحرين وقبرص التي تشهد بل تستند على أسس من الاحترام والتقدير المتبادل مثمن أن جهود البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة متمنيا لمملكة البحرين دوما الرفعة والنماء وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتطور الأوضاع في المنطقة وموضوعات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر